أنا رحف المقيد من مخيم جباليا فوق أحد ركام البيوت التي استهدفها الاحتلال الصهيوني وما زال تحت هذا الركام عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض تحت هذا الركام الذي أنا أجلس فوقه بجورني الآن عدد كبير من الشهداء اللي ما قدرناش نطولهم لا يزالون الآن تحت الأنقاض وردم كنا قبل الحرب نصحى من الفجر نصلي الفجر ونجهز حالنا ونروح على المدرسة نتعلم ونستفيد ونتعلم أشياء جديدة كنا نقضي أحلى الأوقات مع أصدقائنا في الفورسة كان يوم السبت علينا أشياء كتيرة دورة الصحافة قبل المدرسة وكان علي إذاعة الفورسة بس راحت كلها عشان الحرب والاحتلال دمر لنا حياتنا دمر لنا مدرستنا وكل إشياء هلقيت المدارس بطلت تصلح للدراسة كان هلقيت أبنا كلوا بنشربوا وعايشين حياة طبيعية أجت الحرب دمرت كل إشياء كل إشياء لما ندربوا دارنا قديفة جابوا عدارنا ونصاب كانت إصابته يعني بسيطة ممكن يعالجوها بس لأنه فيش علاج ومحدش بيجيب لنا علاج استشهد تاني يوم والعيلة صارت تصيح وإمه زالت علي كتير صعب الفقد أنتو ما جربتوهوش زي هيك لو إحنا بننال الشهادة متأكدين منها كان ضلينا ببيوتنا ما بنخاف من القصف لأن الشهادة بننالها أحسن مرتبة في الجنة بس إحنا بنخاف أنه إذا تصوابنا لا في مستشفيات طرعانة من الجروح والآلام ونتوجع كتير بالأخير هنموت بس صعبة هيكون الأشي والجوع غير الناس حلقيت صارت تموت من الجوع والبرد الناس طحنت الرز وأكلته طحنت قمح الحيوانات طحنت كل شيء طحنته كل شيء الشعير صارت الناس تحكي عنا نحقنا فيش إشي ناكله نفسنا في أشياء كتير بس فيش إشي متوفر دخلونا عالبتان فصوليا فالكبونا وجخونا عليهم رمضان جاي علينا وعليكم كل عام وانتو بخير انتو هتنتيلوا دوركو بالأكل بالخضار وبالفواكه هتتسحروا وهتفطروا وهتتحيروا شو هتاكلوا الصبح والمساء بس إحنا أصلا جعانين قبل ما ييجي رمضان انتو بتستنوا إنكوا تلاقوا خبر إنه أهل غزة ماتت جوعا إحنا يا ناس بشر إن إحنا بنحس إحنا يا عالم بشر إحنا مش مجرد خبر ولا بتستنوا ينكتب بالتاريخ أهل غزة مات من الجوع وإذا ما سعدتوناش اليوم وقتش بتكوا تساعدونا لما تفرحوا إنه والله أهل غزة ماتوا من الجوع وقتش بتكوا تساعدونا إحنا بنستنى منكم المساعدة يا أهل المسلمين يا العرب وإن أخوتكم اللي كانت أيام من رسول صلى الله عليه وسلم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة